اكدت الأستاذة لطيفة البنوظة الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم على أهمية دمج وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في المناهج الدراسية وبناء الشخصية الوطنية وذلك بهدف تطوير نوعية المناهج الدراسية لتعزيز الاتجاه نحو احترام القانون والرأي والرأي الآخر وبناء وتنفيذ نموذج المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان وفق معايير عالمية واستحداث مناهج لجميع المراحل الدراسية تحت مسمى التربية للمواطنة جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها البنوظة تحت عنوان التعليم والتطوير من أجل مستقبل واعد ضمن برنامج الوعي السياسي الثالث الذي ينظمه معهد البحرية للتنمية السياسية والذي يهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والحقوق والواجبات كأساس للتطوير والتنمية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البلاء تماشيا مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا